هل تعتقد أن المقاومة ستتحرك في اليمن في العراق في لبنان حتى في أفغانستان وباكستان وإيران يقال أن هناك دعم لحركة حماس في هذه العملية بالتحديد دعم لوجستي كبير من قبل إيران طبعا أكيد بضع آلاف من الصواريخ التي انطلقت صباح أمس وأيضا هذا اليوم وعندها مساء يوم أمس أيضا كانت صواريخ كثيفة من حيث العدد رغم أنها ليست بالصواريخ الباليستية ولا بالصواريخ ذات القدرة التدميرية العالية هي صواريخ لوكل يعني قد تكون محدودية الأذى لأنها المساحة كلها يعني الحرب مساحة القتال ومساحة القتال هو ليس بالمترامل الأطراف لذلك يعني إسرائيل انتهجت الطريقة التقليدية والنمطية يوم أمس وأيضا هذا اليوم بتحديد أهداف لها محدودة وهذا كان متوقع أن تقوم بانتقاء يعني هناك عملية سيلكتف انتقائية بالتحديد إلى أكثر من 14 من قيادات حماس ومن غيرها